النهاردة هنتكلم عن طفرة حقيقية في عالم تصميم النماذج الثلاثية الأبعاد النهاردة هنتكلم عن نموذج هون يون 3D لو كنت من محبي تصميم ثلاثي الأبعاد أو تطوير الألعاب أو حتى حابب التقنيات الجديدة فالفيديو ده هيعجبك خليك معنا ما تروحش في أي حتة هنرجع لك مرة تانية عشان نتكلم عن الأداء المجانية بالكامل والمفتوحة المصدر يلا بينا متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة في السنوات الأخيرة شركات زي جوجل، دريم فيوجن، نيفيديا اشتعلت على إنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد باستخدام الذكاء الاصطناعي وأصبح من الممكن أن تتحول النصوص أو الصور لنماذج ثلاثية الأبعاد ولكن هذه التقنيات كانت بيوجهها بعض المشاكل زي البطء في المعالجة يعني البروستيسنج بيكون بطيء جداً والقدرات إلى حد ما محدودة النهاردة حنتكلم عن هونيون تريد من شركة تنسينت الصينية وهو عبارة عن نظام جديد ومتكامل عشان ينشئ نماذج ثلاثية الأبعاد واقعية وعالية الدقة في نفس الوقت الجميل كمان أن هذا النموذج مجاني تماماً ومفتوح المصدر تحت رخصة أبكتو بوينت أو ولكن خد بالك أن هذه الأداة مش بتستخدم في بعض المناطق زي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية الأربع بقى أن شركة تنسينت من خلال هذه الأداة قدمت إضافة جديدة لبلندر ممكن أنها تنشئ نماذج ثلاثية الأبعاد داخل بلندر سواء كانت من الصور أو النصوص هونيون 3D version 2 بيعتمد على تقنيتين رئيسيتين التقنية الأولى الهونيون 3D shape B عشان يولد الشكل هندسي والهونيون 3D paint عشان يولد textures أو الخماتر خلال موقع Hugging Face ممكن أنك تجربه من غير ما تسجل دخول وبعد ما تنشئ النموذج ممكن أن تستخدمه لتصميم الألعاب أو تبعى ثلاثية الأبعاد أو حتى لو أنت عايز تنشئ شخصية ثلاثية الأبعاد يلا بينجرب مع بعض النهاردة هونيون 3D 2 من 10 سنت هبتدي أروح على 10 سنت ستوديو أنا قلت لك أن أنت ممكن تجربه من خلال Hugging Face لكن Hugging Face كتير بيديني error فحبيت أن أجربه من على الموقع الرسمي هو بيديك حوالي 20 مرة أو generation times 20 بشكل مجاني تقدر أنت تستخدمه من خلال الموقع في هنا طريقتين ممكن أن أرفع Single Image وفيه كمان Multiple Images ترفع أكتر من صورة يعني أكتر من زاوية للعنصر بتاعك وتبتدي أن أنت تقول له ولد لي 3D shape أو أن أنت تحط وده اللي أنا هعمله دلوقتي معيك وحروح لي Vincent 3D هبتدي أحط الأمر بتاعي أنا أريد 3D model of Vintage leather arm chair وهنا بالنسبة لل Texture Style أنا أريد أن يكون فيه كارتون فيه Chinese style في General في Cyperpunk أنا أخليه General لأنني أريد أصلاً realistic وهنا طبعاً أنت بتختار الموديل اللي أنت هتشتغل به فيه عندك 3D generate في version 2.5 وفيه كمان version 2 أنا أحب كمان أجرب يعني version 2.5 أعتقد أنه سيكون أفضل وحبتدي أن أنا أقول generate وحجرب أيضاً version 2 ونشوف الفرق ما بين الاتنين هنا ابتدى يولد لي فيه الجيومتري الشكل عام وفيه التكتشر أعتقد أنه سيديني أربع اختيارات الموضوع بياخد 7 minutes زي ما إحنا شايفين إحنا بنشوف الحاجات اللي تم تولدها في صورتين وفيه اتنين اللي لسه بيتم تولدهم هو وولد الجيومتري shape ولسه التكتشر طبعاً زي ما إحنا شايفين الأربعة بيستهلكوا فقط واحد إنت ليك 20 مرة تقدر تمتج بيهم وفي كل مرة كمان بيمكنك أن انت تختار ما بين أربعة فيه أربع أشكال زي ما إنت شايف هنا لو أنا دوست عليهم حيعمل له loading عايزة وارغولك بالfull screen زي ما إحنا شايفين عشان كمان نحرك ونشوف في كل الزوايا طبعاً الناس اللي بتستخدم blender حيكون الأسس اللي هتحصل عليه من هنا رائع جداً وطبيعي جداً أنا عايزاك تشوف في التكستشر يعني الجيومتري مظبوط وكل حاجة بص التكستشر بص الجمال والطبيعية حاجة فيه منتهى الجمال حنشوف كمان تاني armature 3D أعتقد لو أنت عندي على القناة وبتشوف النمازج اللي بعرضها بتنتج 3D يمكن ما تكونش كتير ولكن ما فيش حاجة بتطلع النتيجة دي النتيجة دي رائعة جداً بص الطبيعية نشوف الموضل اللي بعد كده بصوا الجمال بصوا الرواع وزي ما قلتلك داخل بلندر دلوقتي في إضافة تقدر أنت تولد بالتكست أو تولد بالإمج 3D model دي موجودة داخل بلندر حبيت أقوله برضو للأناس اللي بستخدم بلندر أنا شايفة أن أفضل واحد فيهم هو ده كمان رقم اثنين حلو سأنا هستخدم ده مثلاً وخلاص أنا استقريت على ده ببتدي هنا الدكومنت فورمات ممكن على فكرة تنزله mp4 ممكن تنزله glb طبعاً ده اللي هو المتعرف عليه وبج ممكن كمان gif الطبعة السلسية الأبعاد حيبقى ممتاز جداً أيضاً بفورمات الطبعة السلسية الأبعاد حاجة في منتهى الجمال أنا ممكن كمان أنزله mp4 ونتفرج عليه نعمل download ونشوف شكله سيكون عامل إزاي في gif زي ما وريتك كده بالظبط ده فيديو mp4 أنا بس خلت سرعيته يعني خلت سرعيته للنص شوية على 0.5 علشان تشوف الحركة من كل الزوايا تقدر تبص على المجسم اللي هو 3D أيضاً زي ما قلتلك أنت ممكن تستخدم في الطبعة السلسية الأبعاد أنت عندك الSTL والOBG أعتقد الSTL بيكون مش بيحتوي على الألوان أعتقد الOBG أنا ما عنديش خبرة في الطبعة السلسية الأبعاد ولكن أعتقد أن الOBG هيكون فورمات كويس قوي للطبعة السلسية الأبعاد لو أنت مهتم كمان أنت تاخد الألوان textures كمان مع الشكل الخاص بالarmature ده بالنسبة لي الجزء المتعلق بإنتاج أول موديل معنا حنشوف كمان موديل ونشوف النتيجة حبتدي أرجع مرة تانية طبعا تقدر أنت تجيب صورة وتحولها 3D model ولكن أنا هنا أحب أن أستخدم التكست من الأول خالص كده أشوف هو كمان إمكانيته في أنه ينشئ لي صورة هتكون عاملة إزاي طبعا أنا هنا حطي 3D model of a small cozy cabin مصنوعة من الوودس من الخشب with wooden textures وهنا ممكن نخلي يعني نختار style مختلف ممكن نخليه كارتون نفترض أنه هو مجسم مثلاً للعبة وهبتدي أقول generate now الموديل 2.5 ممتاز يعني أنا بقولك على 2 في البداية وأنا بكلم على 3D model بشكل عام ولكن 2 في البداية كان أكتر حاجة موجودة وشهيرة وموجودة على هوجينجفيس اللي يحب يجربها لأنني أعتقد أن الموجودة على الستوديو مختلف يعني أنت هنا على هوجينجفيس بتستخدم version 2 لكن بالنسبة لي الموقع الرسمي اللي هو هونيون.inset.com أعتقد أنه هو 2.5 ده جديد وبالتالي كمان أفضل من 2 هنعمل مقارنة إحنا أنتجنا الموديل ده وبننتج الموديل ده 2.5 هننتجه أيضاً بال2 ونشوف الفرق ما بين الاتنين تم إنتاج 4 3D models زي ما إحنا شايفين أنا بفضل دايماً أنا أخد اللي تبقى مش مكتوب عليها حاجة يعني مفيش عليها أي كلمات بفضل ده أكتر تعمله loading زي ما إنت شايف حلو قوي عجبني جداً الشكل ده بص من كل الاتجاهات قد إيه رائع تفاصيل التفاصيل دي أهم حاجة في 3D model بعد كده بتقرر أي فورمات انت عايز تعمل بيه download أنا حبتدي أخد الأمر ده وأستخدمه مع version اللي هو 2 الإصدار الثاني عشان أقدر أن أنا أقارن هنا حبتدي أعمل generate now وخلي كارتون أيضاً ونشوف النتيجة عشان أيضاً نبقى جربنا version 2 و version 2.5 وأكيد 2.5 أنا متوقع أنه هيكون أفضل يعني بس هنشوف النتيجة مع بعض تم الانتهاء من الموديلز تعال كده نبص على موديل منهم أنا حاسة أن التاني كانوا واقعي أكتر أفضل فيه اختلاف فيه اختلاف ما بين 2.5 و 2 حاسة أنا بس الحد ما يتعمل loading ونشوف النتيجة ده الموديل بعد ما تحمل طبعاً الألوان ناس هتقولي الألوان هنا أحلى أو الألوان هنا ظهر أكتر أنا همني التفاصيل وخصوصاً بعض الناس اللي بتطبع طبع ثلاثية الأبعاد أو عايزة تستخدم الثري دي موديل ما يهمهاش التكستشورز قوي على قد ما يهمها الجومتري أو الشكل بالضبط والتفاصيل الموجودة فيه فدي حتة برضو مهمة جداً لازم يكون واخدين بلنا منها وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم ونموذج الخاص بإنشاء الثري دي موديلز من تنسنت هانيان ثري دي شفنا 2.0 شفنا كمان الثو بوينت فايف أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة ولي تكتبوا لي في التعليقات رأيكم في فيديو النهاردة ممكن تستخدم هذا الموقع في إيه شوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي بقولك في نهاية كل فيديو منساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت ولو انت من متابعين الأعزاء ولو كنت بتشوفنا الأول مرة بتنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة